الحفل الكريم حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا به من ظلمة ودياجري يا رب صلي وسلم وبارك على صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم من جسمه معطر مطهر منور من اسمه مرفوع موضوع مكتوب على اللوح والقلم بدر الدجا ونور الهدى ومصباح الظلم جد الصبيحين وابن الذبيحين سيد الكونين الحبيب الزين قرة العين يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما سيد ضحكه التبسم مشيه الهوينة نومه الإغفاء ليته خصني برؤية وجه زال عمن رآه الشقاء له وجه جميل لو تراه ترى قمرا منيرا في العلالي والشمس تخجل من أنوار طلعته حاز الجمال فما أبهى محياه يروي الإمام الترمذي في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا كان حسن الوجه حسن الصوت ألا وإن نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا ما خلق الله خلقا أجمل ولا أكمل ولا أنبل ولا أفضل ولا أسعد ولا أرشد ولا أعطف ولا أرأف ولا أنور ولا أزهر ولا أحلى ولا أبهى ولا أزكى من رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم ألا وإن رسول الله من غير مرية إمام على الإطلاق في كل حضرتي إن كنا نتكلم في الجمال الصوتي عن سيدنا داود الخليفة المجاهد الأواب الذي استقر في بيت المقدس وكان يقرأ الزفور كما يروي ابن حجر في فتح الباري الذي هو 125 سورة ب70 لحن في بعض الألحان يطرب المهموم ويشفى المحموم وجعل الله الحديد في يده كالشمع في أيدينا مجرد أن يتثنى صوته بذكر الله ينماع الحديد في يده كما الشمع في أيدينا وتتثنى معه الجبال والطير يا جبال أوبي معه والطير هذا الصوت الداودي الذي أوتي مزمارا من مزامره صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب القرآن ما هو إلا مظهر جمال من جمال صوت رسول الله محمد يذكر أصحاب الشمائل في صفة الصوت النبوي أنه كان صحلا أي به بحة يكاد يخترق شغاف القلب يهتك فؤاد من يكلمه وربما يتكلم في المسجد أو الناحية في المدينة فيسمع من هيبة صوته المخدرات أي النساء المقيمات من الحجات في البيوت وإن كنا نتكلم عن الجمال فأبرز مظهر يتكلم عنه أهل العالم الجمال اليوسفي وأم المؤمنين عائشة قالت لو أن صويح بات يوسف اللي قطعوا إيديهم لما شافوه وقالوا ملك كريم لو رأينا رسول الله محمد لآثرنا تقطيع القلوب على الأيدي لما عرج السماوات سماء بعد سماء صلى الله عليه وسلم كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء إذا به في السماء الثالثة قال فإذا بيوسف قد أوطي شطر الحصن قال ابن المنير من أهل شرح الحديث وما قوله شطر الحصن أي الحصن المعهود في طلعة رسول الله محمد فجمال يوسف إنما هو جمال رسول الله هذا إن كنا نتكلم عن الذات والكيان فكيف إذا تكلمنا عن عبادته يوم تفقدته أم المؤمنين يا رسول الله تصلي الليل وقد غفر الله لك وفي روايات ما تقدم وما تأخر قال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا وجمال معاملته تأخذ الجارية بيده فتنضي جهات في نواحي المدينة وهو يقضي لها الحاجة وهي صغيرة في السن وإن تكلمنا عن جمال احترامه لقادة الرأي في العالم لما كتب أربعتاشر رسالة لملك وحاكم وكلمهم بالتعظيم يا هرقل يا عظيم الروم يا كسرى يا عظيم الفرس هذا من جمال الأدب النبوي وإن تكلمنا عن المشكلات العالمية التي تعرض لها بجمالية الحل مشكلة التلوث المائي في المدينة مشكلة الاقتصاد اللي لعبوا فيه اليهود واشتغلوا بانتكاسة أخلاقية مشكلة اللاجئين اللي كانت أعدادهم كبيرة جدا على واقع المدينة الزراعي وانتقلوا من بيئة تجارية ولو أخذنا نعدد المشكلات العالمية التي عرضت لرسول الله حتى في بيته حتى في مجتمعه حتى مع أصحابه لو وجدنا جمال هذه الطلعة الله سبحانه وتعالى ذكر سيدنا النبي في 2672 وسبعين موضع في القرآن ترجع إلى 1072 آية يعني خمس القرآن في ذكره عشرين آية افتتح الله في القرآن يخاطب بها رسول الله ما عمرنا دابي محمد يا أيها المتزمل يا أيها المدثر يا أيها النبي يا أيها الرسول وأكثر من 30 سورة ختمت بخطابه هذا موضع دراسة اليوم أن نبحث عن الجمال النبوي جمال روحه جمال معناه جمال لطيفته جمال معاملته الذي أخبرنا أن الرفق ما وجد في شيء إلا زانه أن الرفق ما وجد في شيء إلا زانه وما عدم من شيء إلا شانه ما أجمل صفاتك وما أزينها يا رسول الله سمعنا من كلام سادتي العلماء كيف أن الله ذكر أخلاق النبي وإنك لعلى خلق عظيم وذكر أعضاءه في القرآن قد نرى تقلب وجهك وجه سيدنا محمد الذي أنقض ظهرك ظهر سيدنا محمد ألم نشرح لك صدرك صدر سيدنا محمد لا تعد عيناك لا تمدن عينيك لا تحرك به لسانك ولا تخطه بيمينك النبي عليه الصلاة والسلام له منزل كبير عند الله وقد قال ربي لأحمد يوماً أنت حبيبي وأنت الوجيه وأنت بعيني سكنت بها وأنت الذي لك ما ترتجيه من جمال طلعته أنه كان يرى الجمال في وجوه أصحابه قال لسيدنا جعفر الطيار ونحن نفخر في الأردن وإن كنا نعزي أنفسنا بمصاب الكرك إلا أن الكرك قد استوعبت قادة الجهاد الإسلامي من أول أطواره جعفر الطيار وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة قال له يا جعفر أشبهت خلقي وخلقي ما أحوجنا في هذا اليوم أن نشابها خلق وخلق رسول الله لأن رسول الله هو المقدم في العوالم وليس من طائفة من الكائنات إلا وله صلة فيها سلمت عليه نصرته تجندت في ركبه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الشكر موصول لمديرية الأوقاف ممثلة بأخينا الدكتور مراد حفظه الله تعالى والفريق المتميز الذي معه وأعتذر أن أتكلم بين يدي معالي سيدي الدكتور عبد الرحيم العكور وسماحة الدكتور محمد العمري لكن طالب علم يتكلم بين أساتذته أسأل الله لنا ولكم القبول ولبلادنا الحفظ والأمان ولديار المسلمين الفرج ولبيت المقدس طرب التحرير والله يجمعنا بطلعة سيدنا رسول الله الذي قال من رآني في المنام فسيراني في القيامة اللهم اجمعنا بسيدنا رسول الله بأخلاقه وصفاته وأنواره وأسراره واجعلنا متصلين معه أبدا في الدنيا والبرزخ والآخرة العفو على الإطالة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة